ساهمت التكنولوجيا بشكل وايد كبير في سقل المواهب ومساعدتنا في بعض الأحيان في العديد من تفاصيل حياتنا ولكن يبقى الإصرار والطموح والأحلام الكبيرة شقيقتنا وشقيقنا نحن النساء صحيح مر وهذا الشيء دايما نشوفه في المرأة الإماراتية خاصة دعم قيادتنا وحكومتنا الرشيدة ودواجد المرأة الإماراتية دايما في مختلف المجالات نتكلم أكثر عن أول مرأة إماراتية في مجال الحدادة واللحام ورحبوا ضيفتنا في الستيديو هاجر الحوساني الصباح الخير صباحة ويد صباحة شاء الله بالخير مرحبا هده يعني تخصص أو مجال إحنا خاصة في المجتمع الخليجة ومجتمع الإمارات نقول هذا دايما يليق بالشباب شو سبب اختيارت لهذا المجال المهنة بشكل عام ما تقتصر على مرأة أو رجل المهنة يبالها شغف وطموح فكل ما كان عندك شغف وطموحك شيء معين ورح تختارينها بطريقة صحيحة فدايما توجهنا حق المهنة اللي نحبها لأننا نحن نبغي هذا الشيء فبالعكس مجال الحدادة واللحام جميل جدا نعم وسهل جدا وموجود في حياتنا صحيح دوم يوم نكون الأوائل في مثلا مجال أو تخصص معين نشعر بهذا التميز الجميل أنت أول متخصصة كإماراتية باللحام والحدادة شو شعرتي أن هذا الشيء ضاف لك وهل فعلا شعرتي بأنك البنت الوحيدة فيه إنجاز أيضا شوفي ككوني لأنه بتفتحيني مجال أيضا لنساء أخريات نعم ككلمة أول إماراتية ترى الموضوع وايد كبير يحملت مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة وفخر كبير صحيح دائما بيني وبين نفسي أردد يا ترى أنا قد المسؤولية هذه معين رح تهتمين بكل تفاصيله سواء من السيفتي من الأدوات الموجودة وطريقة التعامل معها فما رح تكون في صعوبات صحيح عادة النساء نحن نخاف من الشرار هذا اللي يطلع وإنه لحام وحدادة يبالها شوي يمكن أيضا يعني قوة خلينا نقول وتفكير وغيرها شو شعرتي يوم إنه سويتي أول قطعة وشو يابتش لهذا المجال أحس يعني مجال بعيد جدا عن المرأة شوفي هنا في فترة الجائحة قعدنا في البيت كثير ومن خلال تصفحة حق اليوتيوب شفت فيديوهات كثيرة فالموضوع شدني صار عندي فضول أني أتعلم أكثر فكنت أقعد بالساعات يعني بساعات طويلة أني أتعلم شلون سووا هاي المشياء فالحمد الله بعد ما عدت علينا هاي الجائحة دورت مركز مناسب فحصلت اللي هو مركز لوتا يستقبلوني استقبال جدا جميل ودعموني بكل الأشياء فكان الموضوع ولا أروع الشرار اللي يطير ما يحرق بارد لأن أنت أنت حب هذا الموضوع فما رح يأثر على أي شيء موجود في حياتك أكيد في يعني قواني للسلامة والحفاظ على السلامة للأعين من الشرار اللي طالعه محد يعني يسوي حداده أو يعني الحام بدون ما يحطي نظارات ليحمي ويحوى وغيرها يحوذة عشان اللحم في نظارات عشان جهاز التقطيع في قفازات في لبس أساسا يكون يتسكر على الإيد وعلى ريول من تحت أساس أن الشرار ما يوصل في وانتي بكرامة شوز حديد على أساس إذا طاحت قطعة ولا شيء ما يصير في ألم ما يصير في أي شيء فعلا هاجر ما في شيء نتعلم بدون ما نستفيد أو نحس شوية أقول إن أنا اتغيرت من البداية حتى اليوم اللي وصلت لهذا الشيء شو المهارات اللي اكتسبتها وشو الأشياء فعلا اللي حسيتي تغيرت في أجر عطاني صبر أكثر قوة أكثر الشي اللي كنا دايما نقول إن إحنا ما نقدر نطوي صرت أقدر نطوي بكل سهولة حسيتي صار سهل عليت جدا سهل فأنا يوم أشوف المكان إننا مثلا حين يوم أقعد مثلا أشوف الستيديو أو المكان أقول هذا يبالها تعديل شوي أكثر هذا يبالها تضبيط أكثر فخلاص صرت أعرف الزوايا المهمة وين وشو الأشياء اللي لازم أنا أضبطها بكل شيء أسوي صحيح في أشياء تتغير بالشخصية غير عن الصبر في أشياء تتغير عن الشخصية يعني بكل مجال في أشياء تغيرت داخلت صحيح شو هي الأشياء اللي تغيرت وكيف كان دعم الأهل لهذا الموضوع لأن أحس يمكن الوالدين يخافوا من على بناتهم من هذا المجال وخاصة نار شرار وغيرة شوفي هو وراء كل مبدع إماراتي إسراء إماراتية داعمة صحيح فأهلي أبدا ما قصروا لين اليوم ولين بغتر يعني لين قبلوا شوي يكلموني إحنا معاك أنت كفو استمري بالعكس هذا الكلام يخليني أستمر أكثر بإنتاج شيء أنا أحبه نعم فعلا هاجر يعني أكيد في البداية يمكن بعض الناس كان ردود أفعالهم مختلفة كيف تشوفي ردود أفعال صديقاتك أو الناس اللي موجودين حولك هل فعلا شجعتهم هاجر أن يدخلون مثل هاي المجالات شوفي في هذا الموضوع أنا يوم خذيت القرار وفي صراحة ما شاورت حد فاجأتهم في الموضوع أن يوم نزلت لأول صورة في الجريدة فوايد استانسوا على هاي السالفة وشجعوني ولين اليوم يشجعوني أنه استمري إحنا معاك وبدين يعرضون علي أشياءهم الخاصة مثلا إحنا محتاجين شذيف البيت شو رايد شو التكلفة شو تحسين هذا مبالغ فيه ولا هذا لا فهذا يعطيني فخر أكثر صحيح طيب هاجر يعني أنت الأشياء الأدوات اللي تستخدمينها أدوات تقطيع نار يعني من هذه الأشياء يعني شوي تحسي فيها شوي في بعض الأحيان خطورة ولكن هل أنت واجهتي صعوبة في البدايات باستخدامها أو كنتي خايفة تمسكينها أو مش عارفة يعني تسوين كنترول على هذه الأهلة اللي تستخدمينها في التقطيع مثلا شوفي المشاهدة غير عن التطبيق فأنا شاهدت وائد فيديوهات مثل ما قتلت أو طريقة المسكة أو الحماية وهذا بس يوم تنزلين على أرض الواقع في الميدان المدرب اللي كان معاي أستاذ هيتم ما قسر فعلى كل خطوة كان يقول لي هذه مسكتها غلط رجعي مسكي هاتي هذه سيفتي أكثر هذه حماية أكثر الوقفة عشان طريقة اليوم ونتي تنطفين القطع الحديد الوقفة لازم تكون بطريقة معينة إذا وقفتي بطريقة شرار يرجع عليك أو شرار يروح للجهة الثانية ففي كل وقفة تسوينها أنت تتعلمين شيء يديد نعم ففي خوف كان في خوف أن مثلا هل يعقل أن أمسك أجهزة تذيب هذا الحجم أجهزة ثقيلة هل تجربتي تسوين شيء كحدادة أو الحامل أجهزة كبيرة أو شيء قطع يعني ثقيلة أنا الآن مبلش أسوي مشروع صغير فالمشروع هذا اضطريت أني أنا أستخدم فيه أجهزة حق التقطيع فالأجهزة هاي ويد كبيرة فقطعت الحديد بالمقاسات اللي أنا أبغيها فيعني حلو حلو التعامل مع هاي الأشياء الكبيرة أنا صردي أندي تتحكمين فيهم هم ما يتحكمون فيه أو لأن أنت هاجر يعني عندي الشغف وحب لهذه الأمور أو هذا المجال هاجر يعني للخبرة أو المرحلة اللي وصلت لها تشوفين بعد تحابة تتعلمين أكثر تدخلين دورات أكثر عشان تسقلين يعني نفسك في هذا المجال أنا حالياً قاعدة أخذ دبلوم في الحدادة واللحام وإن شاء الله عقوب ما أخلص من الدراسة راح أكون مدربة معتمدة في هذا المجال إن شاء الله نعم هاجر ذكرتي الحين أن حلو تتعاملين ويالأشياء الكبيرة يمكن يخلق عندك تحدي صحيح؟ صحيح كل ما كبر حجم الأجهزة أو حجم الشي اللي أنت تسوينا هل كبر حلمت ويا وطموحك؟ أكيد شو حلمت وطموحك؟ شوفي هو كل الأهداف اللي في الحياة اللي نحن نحطها يقتصر على هدف واحد خدمة وطني نعم إن شاء الله أقدر أني أقدم شي حق هذا الوطن إن شاء الله يتكون إبداعاتي في هذا المجال شي كبير أحلم أني يكون عندي ورشة خاصة فيني أحلم أني أشوف فوايد من بني جنسي داشين في هذا المجال لأنه ما يقتصر على أحد معين أنت فتحتي الباب اليوم يا هاجر إن شاء الله إن شاء الله هاجر كيف تشجعين البنات الإماراتيات اللي حابين يتخلون مثل هذه المجالات يمكن خايفين مردة فعل أفراد المجتمع خايفين من أهلهم إنما يدعمونهم كيف تشجعينهم فعلا يتخذون خطواتهم الأولى ويدخلون المجالات اللي يحبونها أنا شوفي أنا بنظري أن أي إنسان حاب لشي معين يسعى له حتى لو في رفض من طرفه معين شوية الحاح شوية كلمة طيبة رحلين القلب أسرار وصبر أكيد في مراكز معتمدة لهذه الأشياء يعني مركز لوتاه ما شاء الله فيه وائد تخصصات تخدم الطرفين يعني أنا لو ما بحثت كنت ما كنت رح أعرف فيما بحثت عرفت ودخلت عندهم شفت أن فيه مجالات كثيرة غير الميكانيكا غير حدادة واللحام غير الذهب غير الإعلام يعني وايد مجالات ما شاء الله تخلي الواحد أن يروح على الطريق الصحيح في مكان صحيح ما رح يصور في أي مشاكل نعم طيب أنت تخصصت حدادة واللحام شو الأشياء اللي سويتها أو الأجهزة اللي سويتها أو شو خلينا نقول الأشياء اللي سويتها أمامك كانت وصلحتيها شو تغطيني أنا ما أعرف عن الحدادة واللحام أعرفيني عنها أكثر الحدادة واللحام الكاميرا أوكي الطاولات أوكي الموجود عنا كلها في الستيديو الحدادة واللحام أي حديد عندك تشوفين بالممكن أيضا السيارات صحيح نعم نقدر نعيد تصنيعها السيارة أو نسوي لها إعادة تدوير لأنها بشكل معين واللحمة بطريقة معينة أي شيء عندك حديد بالدنيا تقدرين تنطفينا تسوي لها إعادة تدوير تنطفينا وتقصينا بشكل اللي تبغينا وبالطريقة اللي تبغينا في قياسات معينة للقص حافظتنها ولا كل شيء كل منتج لقياس معين كل منتج لقياس معين نعم يعني هاجر قصة نجاح هاجر شو العامل الرئيسي أو العامل اللي تشوفينه فعلا أساسي اللي وصلت لهذه القصة وخلت أول إماراتية في هذا المجال الشغف والفضول هذا أكثر شيء خلاني أني أبتعامل مع الحديد بكل الطرق نعم أكيد لكن ما ننسى أيضا يعني هاجر نفس ما ذكرتي دعم الأهل دعم الأصدقاء ودعم قيادتنا وحكومتنا الرشيدة وتواجد مثل هذه المراكز اللي ذكرتها داخل الدولة أكيد هاجر متى اكتشفتي هذا الموضوع كنت تشعرينه أنت في المدرسة مثلا أن أنت حابت صلحين شيء أنا في بعض الأحيان العديد من الأشخاص أنه يعني يخرب يعني ما يشتغل شيء أو ما يقدرون يصلحون على طول يرمونا فأنت لاحظت مثلا أن أنت تحبين أن أنت تصلحين أو أن تعدلين فاكتشفت هذه الموهبة مثلا لا شوفي مثل ما قتلت نحن في فترة الجائحة مر علي فيديو في اليوتيوب تذيب بالصدفة فتعمقت فيه أكثر فحسيت أنه فيه ميول داخلي حق حديد وآلات تقطيع فقعدت أتابع فيديوهات وراء بعض وراء بعض وراء بعض لهم محسنت أن هذا الموضوع قام يشدني أكثر أني أبحث على مكان زين حق هذا الشيء هاجر الطموح دائما يكبر ونحب نحاول أيضا نحقق أكثر قدر من الإنجازات في حياتنا هل ممكن نشوف مشروع خاص لهاجر فيما بعد يعني خاص باللحام والحدادة أكيد أكيد موجود رح يكون المشروع موجود إن شاء الله نعم خبرين أكثر عن المركز اللي انتسبت له علشان تسقير موهبتش أكثر في هذا المجال الحدادة واللحم هو مركز لوطاة التقني أنا تعرفت علي من خلال البحث عن الموضوع كنت أدور مكان مخصص لهذه الأشياء فأطحت على مركز لوطاة التقني فصار من بيني تواصل معهم فأسألتهم إذا عندهم هذا المجال قالوا لي نعم موجود تعالي شار فينا بالزيارة عساس أننا نوريت المكان فأرحت عندهم وما قسره بصراحة باستقبالهم وضيافتهم طريقة التعامل إن حدادة واللحم مصرة كنت لم مصرة مدير المركز ما قسر الأستاذ هايثم ما قسر معاي الأفراد الموجودين كلهم قسم الإعلام قسم التصوير حسيت أني أنا ملكة بوسطهم نعم لأن أنا الأنثة الوحيدة اللي داشت في هذا المجال فتحسين عمرت غير مميزة في المكان مميزة عندهم فكلها يتعاملون معات إنه ديري بالت لا أنا مو يا يدير بالي أنا يا يتعلم يتعلم واشتغل يعني هاجر هاي الدورات اللي موجودة في مركز لو هل تقصر فقط على البالغين والكبار ولا في دورات للأطفال لا فيها ممكن حق الأطفال فيها ممكن يعني كل الفئات العمرية في الفئات العمرية طيب هاجر في بعض الأحيان الرجل يمكن لأن البنوتة ناعمة ويعني مثل ما ذكرتي ملكة من بينهم يمكن يقول بأنها ما عندها القدرة على أنها تنجح في بعض الأحيان هذه الأشياء يمكن ما تحفزنا هل شعرتي بهذه النظرة أو أنه كان على العكس تماما أن الكريد تعملت الأمرئة كملكة من بينهم بالعكس تماما يعني أذكر صار لي موقف مع أستاذ هيثم كان يعلمني شلون أقص الحديد بجهاز اللحام فككوني أول يومين وأنا أقص الحديد طارت شرارة فيأت على إيدي تقول يا مامي تقول لي ما في يا مامي هني احنا هني نظام عسكري يا مامي ما في تقول لي أوكي يا ستاذ إن شاء الله صار لي مرة ثانية موقف أنه فيه شرار مثلا شوية من الحديد طار نعم وما ونتي بكرامة نزل على ريولي فسكت ما تكلمت فهو شاف من قوة حرارتها فشاف أن عيوني دمعت تقول لي فيت شيء قلت لأ فيت شيء قلت لأ تقول لي قاعدة وبيبت تسعافات أولية تقول لي إذا عورت قلت لأ أبدا تقول طيب بعدها بفترة تقول لي درس يا مامي تعلمنا منه وصرنا أقوى قلت لسنة أقوى تغيرت شخصيتك أكيد يعني هاجر أنت نموذج لكل مرة إماراتية حابة تقتحم مثل هذه المجالات وتنجح وتوصل للي حابة توصلها مثل ما وصلتي هاجر الحوسني أول إماراتية في مجال اللحام والحدادة ونحن فخورين فيتش أيضا كنيسة يا طيب شرع يا طيب شرع